احتجز ميليشيات الحوثي ثلاث قاطرات محملة بأدوية خاصة لعلاج وباء الكوليرا المتشري في محافظة الحديدة غربي اليمن وبقية المحافظات اليمنية حيث رفض مدير جمارك الحديدة المعين من ميليشيات الحوثي الإفراج عنها وتسهيل مرورها مصرا على فرض رسوم جمركية عليها تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير احتجاز ثلاث حاويات في ميناء الحديدة محملة بالأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا المتفشي في 21 محافظة يمنية والتي تسبب في وفاة قرابة 1850 شخصا كان آخر الممارسات الإجرامية التي ترتكبها ميليشي الحوثي بحق اليمنيين مصادر ملاحية في الحديدة اليمنية قالت أن الميليشيات الحوثية تطالب بدفع مبلغ مالي مقابل السماح بخروج الأدوية لتوزيعها على المراكز الصحية في الوقت الذي حذر فيه صليب الأحمر الدولي من أن أكثر من ستمائة ألف شخص معرضون للإصابة بوباء الكوليرا في اليمن هذا العام ورجحت المنظمة في بيان لها إلى إصابة واحد من كل خمسة وأربعين يمنيين مؤكدة أنه من اللازم الإفراج عن هذه الأدوية لتجنب كارثة إنسانية متوقعة تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر يوم الثلاثاء الماضي أفاد بأن حالة الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت ألف وثمانمائة حالة فيما بلغت الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض ثلاثمائة ألف وستة وخمسين حالة مؤكدا أن المحافظات الأكثر تضرورا بالوباء هي تلك التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية كما سبق وانحذر نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق من أن بدأ موسم الأمطار في اليمن قد يؤدي إلى زيادة وتيرة انتشار المرض والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم مضيفا أن عوارض المرض تظهر لدى خمسة ألاف شخص كل يوم